اكد سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى كأس آسيا هو دليل واضح على الدعم الكبير الذي تلقاه الحركة الرياضية البحرينية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه الرياضي الأول والحريص على توفير البيئة المثالية أمام المنتخبات الوطنية لظهور المتميز في مختلف البطولات وقال سموه بمناسبة التأهل إلى النهائيات حقق المنتخب الوطني لكرة السلة إنجازا مهما على المستوى الأسيوي وضمان التواجد في المحفل القاري الكبير لقد كان المنتخب الوطني على قدر عال من المسؤولية وتمكنوا بفضل إصرارهم وعزيمتهم ومستوياتهم العالية من التواجد بقوة في التصفيات والتأهل إلى النهائيات عن جدارة واستحقاق وتابع سموه نقدر عاليا الجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري خلال المباريات وإصرارهم على تقديم أفضل مستوياتهم للوصول إلى نهائيات كأس آسيا لكرة السلة وبكل تأكيد أمام المنتخب الوطني عمل كبير ومهم جداً في التحضير والإعداد للمشاركة في الكأس القارية وإثبات التطور الكبير الذي وصلت إليه كرة السلة البحرينية وحرص منتسبيها على إبراز الصورة الطيبة عن الرياضة البحرينية وأشهد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود الطيبة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة وليد العلوي في تهيئة الأجواء المثالية أمام المنتخب للظهور بهذا المستوى المتميز ونجاح الاتحاد في استضافة مباريات التصفيات بكل اقتدار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر